الأهلي بيستقبل رئيس نادي الاتحاد البحريني نادي الأهلي حريص دايما على نقل خبراته وتجاربه ويرحب دايما بكل من يبادر بالتقارب مع نادي الأهلي والتنصيق مع نادي الأهلي وتوقيع بروتوكولات تعاون على كافة المستويات لبعض الأندية الأفريقية والعربية والأوروبية اللي بتستفيد وبتتبدل الخبرات أيضا بعضها أصحاب خبرات كبيرة أيضا تتناسب مع خبرات نادي الأهلي وبيبقوا حريصين جدا على نقل تجاربهم للأهلي والاستفادة أيضا بتجربة الناجحة فنيا وإداريا وعلى كافة المستويات نادي الأهلي استقبل في مقر الأهلي في الجزيرة ظهر اليوم الأحد السيد أشرف أنور رئيس نادي الاتحاد البحريني والذي كان حريصا على زيارة النادي الأهلي لبحث سبل التعاون في كافة الاتجاهات بين الناديين الأهلي المصري ونادي الاتحاد البحريني كان في استقبال روافد البحريني برئاسة طبعا رئيس النادي البحريني السيد أشرف أنور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن عوف عبدالقادر مدير إدارة النشاط الرياضي الكابتن خالد بيبو مدير أكاديميات النادي الأهلي والكابتن أمير توفيق مدير إدارة التصويق والتعاقدات شهدت الزيارة التطرق للعديد من الملفات الرياضية والكروية وأبدأ الجانب البحريني رغبته في الاستفادة بتجربة النادي الأهلي في تطوير أمور كرة القدم ونقل هذه الخبرات للنادي الاتحاد البحريني خاصة فيما يتعلق بإنشاء والتوسع في عملية إنشاء أكاديميات كرة قدم في نادي الاتحاد في البحرين وأيضا الاستفادة من خلال بروتوكولات اتفاق وتنسيق وتعاون بين الجانبين من أجل الاستفادة بخبرات الأهلي في تطوير عدد من اللعبات منها كرة السلة كرة اليد وعدد من الرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم على مستوى كمان اللعبات الفردية والجماعية وبيؤكد رئيس النادي البحريني أن الزيارته جاءت بهدف الاطلاع على تجربة فريدة هي تجربة نادي الأهلي المصري هذه التجربة الرائضة في مختلف المجالات والاستفادة بالخبرات الكبيرة للنادي الأهلي والنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية التي حققها النادي الأهلي على مدار تاريخه منذ نشأته وحتى يومنا هذا في كل الاتجاهات وليس فقط على مستوى كرة القدم وأعرب أيضا رئيس النادي البحريني عن سعدته البالغة بزيارة النادي الأهلي اللي يتمتع كمان والكلام ما زال على لسان رئيس النادي البحريني السيد أشرف أنور بشعبية كبيرة جدا في مملكة البحرين بيقول النادي الأهلي بيتمتع بجماهيرية وشعبية لدينا في البحرين ولدى جماهير أيضا نادي الاتحاد البحريني وعلى مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل عام وعلى مستوى طبعا الأندية في العالم العربي كلها تعرف جيدا قيمة وخبرات وتاريخ النادي الأهلي واسم العريق وأضاف الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ليس في البحرين فقط بل على مستوى الوطن العربي بالكامل في ظل تاريخه العريق والإنجازات التي يحققها على مختلف الأصائد وأشار إلى أن النادي البحريني بيتطلع في الفترة القادمة لتوقيع بروتوكول تعاون مستقبلي مع النادي الأهلي لإنشاء أكاديمية رياضية والاستعانة بكوادر الأهلي ومدربيه ومسؤوليه في كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى بهدف الاستفادة منهم وبخبراتهم الكبيرة والصورة قدامنا طبعا لرئيس النادي البحريني مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتم تبادل طبعا الهدايا الرمزية التي تمثل للناديين درع وعلم النادي الأهلي ودرع وعلم نادي الاتحاد البحريني